اشتركوا في القناة واللقاءات التي اجرها مع المسؤولين في الحكومة البلجيكية والاتحاد والبرلمان الاوروبي وفي بداية الاجتماع اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب ان هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار تعزيز التعاون الفاعل بين مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة الموقرة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا وحرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانبه اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان مملكة البحرين بقيادة وتوجيهات جلالة الملك المفدى اسست لنهج راسخ ورصي لاحترام حقوق الانسان ضمن المسيرة الديمقراطية والحقوقية والتنموية وذلك من خلال تضمين الاستراتيجيات والبرامج الحكومية ومبادئ وقيم حقوق الانسان بدوره اعرب السعادة وزير الخارجي عن تقديره لجهود السلطة التشريعية ودورها المهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة حثيثة واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدا بحرص واهتمام اعضاء السلطة التشريعية بمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بجهود وزارة الخارجية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفي ختم اللقاء اجاب سعادة وزير الخارجية على استفسارات اصحاب المعالي والسعادة اعضاء السلطة التشريعية مؤكدا ان وزارة الخارجية تواصل بثل جهودها لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وخلال الاجتماع وردا على سؤال من سعادة النائب محمد ابراهيم السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بشأن الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية الى دولة قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين افاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية انه اتضح من خلال المراسلات مع الامين العام لمجلس التعاون ان سبب تأخر الرد القطري هو الاعلان اعلاميا عن الدعوة الموجهة الى وزارة الخارجية بدولة قطر لارسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في اسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا بينما يعكس هذا الاجراء النواي الطيبة لمملكة البحرين والتزامها الدائم بالتقاليد والاعراف الدبلوماسية التي لا تزال الدعوة قائمة وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة ترجمة نانسي قنقر